السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم معاكم شادي عبدو من point reader group مع تغدال تحركات الاسواق النهاردة اتنين سبعة الفين واحد واشرين يوم التوظيف النهاردة يوم التوظيف او يوم العمل من اهم الحاجات اللي بيركز عليها الفيدرالي او كان بيتكلم عليها بمحاطة فوكس كبيرة عليها الفترة اللي فاتت هي موضوع التوظيف ليه الكلام ده لان اه او قال عندنا فجوة من بداية جائحة كورونا الى اليوم لأ لسه في فجوة من نسبة للتوظيف ولسه عايزين يبقى فيه وظائف اكتر والكلام ده كله يصب في مصلحة الاقتصاد في الاخر فاذا هو لسه مش عند المساعدة بتاعه على الرغم من ارتفاع تضخم اللي هو مش شايفه ان هو مؤثر بشكل كبير وهو شايفه مؤقت اه واحد تبدأ دنيتها ده شوية مع الافتتاح طيب اه ايه فكرة التوظيف نفسها فكرة التوظيف ان هو لما يبقى فيه وظائف متاحة اكتر وينموه في الاجور اه ده معناه ضغوط تضخمية اكتر وبالتالي الرؤية بالنسباله هتبدأ انها توضح اه لا ده فيه تضخم فعلا الحقيقي عندي موجود مش يبقى هنا محتاج ان انا اه ممكن مسلا ابدأ ان انا اخفض اه برامج الشراء مسلا بنسبة كبيرة او ارفع فايدة او اه اخلي رفع الفايدة تبقى اه اقرب من وقت احنا كنا تكلمنا فيه قبل كده يعني الكلام كله بيبقى اوضح لما يبقى فيه اه اه نمو حقيقي في الاجور والوظائف اللي بتدل على ان الضغوط التضخمية فعلا حقيقية مش مؤقتة بسبب يعني فتح مؤقت مسلا او اختراب الافتتاع او ايا كان النهاردة كان عندنا اربع بيانات هامة اه قبلها حصل فيه ارتفاع انخفاض طفيف في اه 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 عوائد السندات ما اصرش بشكل كبير على السوق بشكل عامل النهاردة حتى بعد البيانات المصادقة ما كانش فيه تأثير قوي اللي هو الحاجة اللي تبقى راندم شوائية او العشوائية اللي بتحصل وقت سلول الاخبار عشوائية بسيطة يعني وبعدها السوق بيرجع يكمل تاني طيب التغير في التوظيف بالقطاع الزراعي ده كان اول حاجة عندنا اه ارتفع من خمسمية تلاتة وتمانين الى تمنمية وخمسين با اه مقدار متين سبعة وستين اه وظيفة زيادة وده طبعا كان حاجة الوحيدة الايجابية الموجودة معدل البطالة ارتفع من اه خمسة وتمانية الى خمسة وتسعة واحد من عشرة ارتفاع طفيف جدا طبعا متوسط الاجور في الساعة انخفاض من اربعة من عشرة في المية الى تلاتة من عشرة في المية واحد واحد من عشرة في المية برضو ومتوسط الاجور في اللي هو على المدى السنوي اه اقل من المتوقع عن تلاتة وستة من عشرة في المية اللي هو من تلاتة وستة من عشرة في المية اللي كان السابق بتاعه المعدل واحد واثنين من عشرة في المية اللي حصل اللي حصل ان هو على المدى السنوي كويس ولكن على الشهر اللي هو اللي هو اللي هو يعني عنصر مهم في السنة دي كان طفيف لازم نرجع بقى للهسر بتاع السنة دي كده نشوف شهر بشهر كان بيسلم نفسه ازاي. فبشكل عام تأثير الكلام ده على اسوق كان عامل ازاي? لا ما 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 كانش فيه حاجة قوية قوي اصرت على السوق. اه اللي حصل ان معدلات البطالة ممكن كان حصل فيه تباين بقى ان هو اه ده فيه تغيره في التوظيف بالقطاع غير زراعي وحصل فيه ارتفاع ولكن معدل البطالة من تواصل الاجور في الساعة اللي هو الشهري انخفاض فده حصل فيه اللي هو يعني اه ماشي ارتفاعه ولكن جنبه هبوط فالناس تقبلت الكلام ده ازاي? انا يهمني اكتر المتداولين او اللي هما اه عطفة المتداولين تجاه الارقام دات كيتعاملها ازاي في السوق. حصل فيه شوية عشوائية صعود وهبوط قوي وبعدها السوق بقى فيه يعني اه يعني ما فيش اي حركة قوية تحصل في السوق. السوق تقريبا يعني منتظر على تكة منتظر على حاجة تحرك وبقوة. لكن بشكل عام اللي تأثر فعلا ما حصل فيه صعود كان العقود الاجيلة والاسم بي والحاجات دي اللي كمان حصل فيه صعود قوي وبقوة. اه نسبيا يعني بعد بعد صدور هذه الارقام. طيب على جانب التقني بقى نبص على الازواج العملات. عندنا هنا اليورو قلنا كنا هننتظروا عند القاعدة. القاعدة تعدى. تعدى القاعدة. زي ما احنا شايفين قدامنا كده كنا نتكلم عنه تقريبا المنطقة دي كده. ولكن هو تعدى ونزل تحت شوية. انا هنا مش هقدر ان انا اخد اي دلوقتي. حدا ما شوف الاغلاق اليوم هيبقى حامل ازاي? ولكن هنضطر اننا نعمل مستوى دعم جديد عند مستوات الواحد فاصل سبعتاشر تمانين تقريبا. ده يبقى الدعم القوي التاني. اللي ممكن الزوج يستكمل هبوطه اليه خلال الفترة القادمة. دعا نبص برضو على استرليني. استرليني على الاربع ساعات نفس الفكرة برضو. وصل مستوى الدعم السابق هنا ولكن تعدى بقوة. عندي هنا. مستوى دعم التالي. اه بعد مستوى دعم الاولين. لو سبعة وطاعتين خمستاشر عند هذه المنطقة. وبرضو مش شايف له اي دخول في الوقت الحالي خالص. انا شايف قدام شكل سلبي. لكن انا مش هتكلم على دلوقتي. انتظر الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى ضروري جدا انتظر الاسبوع القادم. لان انا محتاج نشوف اغلاق الاسبوع هيبقى عامل ازاي? واغلاق اليوم هيبقى عامل ازاي? النهاردة. ده مهم جدا في قدام شكل سلبي جدا. اه مش هنتسرع دلوقتي. نبص الاول نشوف دهني تمشي ازاي خلال الاسبوع القادم بعد اغلاقات الاسبوعي واليومي. نخارجين طبعا من اغلاقات شهرية. اه قوية. نبص على الدهب برضو. الدهب هنا تعالى بص معنا كده على الابي رنج ما ما بين الالف آآ وتمنمية الف وسبعمية خمسة وتسعين تقريبا. نبص هنا مستوى ده. يصل الى هذا المستوى بعدين يحصل هبوط. صعود وبعدين هبوط صعود وبعدين هبوط قوى. آآ زي ما قلنا بتاعه الى من الف وتمنمية الف وسبعمية وخمسين تقريبا. ده رنج الدهب خلال الفترة القادمة لحد ما يخرج بقى من الحيز الداية ده. آآ الفضة مستوات الخمسة وعشرين. خمسين اللي تكلمنا عنها. حصل منها صعود قوي زي ما توقعنا في بداية الاسبوع. صعود قوي من هذا المستوى. وارتطم هو دلوقتي بمستوى ستة وعشرين خمسين برضو اللي كان يعتبر مستوى المستهدف بتاعنا في بداية الاسبوع. النهار ده حان بنقفل الاسبوع ما فيش توقعات لحد ما تحصل الاغلاقات الاسبوعي. ونبدأ مع الاسبوع الجديد مسلا ممكن يوم الثلاث يوم الاربع يوم الاثنين. حسب الحركة اللي موجودة في السوق والاشارات اللي موجودة. نبدأ ان شاء الله نعمل تحية جديدة. آآ الاسم بي فايف هندد حصل في صعود قوي. كان فوق الاربعة الاثنين وتسعين. وانه ممكن يرتطن بهذا المستوى بعدها يحصل في صعود. وبالفعل ده حصل. الصعود النهاردة اللي كان قوي فعلا شوية كان بسبب البيانات. دي دفعت الاسم بي للصعود. الداو جونز كان فيه برضو يعني متباين شوية ما كانش فيه حركة تعتبر قوية. آآ ممكن هنا اهو صعود قوي. بعدها رجع رجع في الكلام ده كل المعنى التباين هنا انه هو اه بيطلع وكل حاجة ولكن بيتجع بعدها ويحصل فيه ثابت تاني. فبرضو آآ يعتبر يعني عامل قناة سعرية اصاعدة اهي في المنطقة دي كده. اللي انا شايفه اللي وقعتي شايف انه ممكن ننتظر يعني ما فيش حاجة الانتظار هو هيبقى افضل حاجة الاسبوع القادم ان شاء الله. لكن بشكل عام عندنا هنا مستوى منطقة الدعم اللي هي اربعة وثلاثين وخمسمية تمثل دعم قوي امامه. صعود اعلى منها او صعود اعلى منها معناها مزيد من اصعود خلال الفترة القادمة ان شاء الله. على الخطاعة نروح على الاربع ساعات كده. نعمل زوم ونشوف ايه اللي بيحصل. بالشامعة السلبية النهاردة يعني الاغلاق النهاردة آآ خلينا نقول كده ادي اليومي الاربع ساعات. طيب الاربع ساعات هنا دي شامعة سلبية. تسمى اللي بتلاقيها البيعي. الشامعة دي يعني لحظ كده معي قبل كده هنا وهنا 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 اداءها يعني يعتبر نوعا ما قوي. طيب ايه اللي نتوقعه والله ممكن ان هو لو حصل الغلاق دلوقتي بالشامعة دي كده. ممكن نشوف الاستكمال الهبوط الى مستويات الخمسة وسبعين ان شاء الله. آآ ما فيش ما فيش مستوي مشروط هنا لان الرؤية مش واضحة بشكل كبير. انا هنا عندي منطقة اللي فوق دي منطقة المقاومة. اما كسرها وصعود اعلى منها اللي هي منطقة دي كده. اللي هي تقريبا الستة وسبعين سبعين. او آآ استمرار الهبوط اسفل منها. مفيش حاجة تانية يعني تدري التقال. يعني طول ما هو اسفل منها بنتوقعه مزيد من الهبوط مبدئين للخمسة وسبعين ان شاء الله من المستويات الحالية. اتمنى يكون التحليل واضح جمعة مباركة على الجميع والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته